موسيقى موسيقى وأما غير هذا فقد ذكرنا مسير العادل والأفضل إلى مصر وحصارهم بالبيس وصلحهم مع الملك العزيز ابن صلاح الدين ومقام العادل معه بمصر فلما أقام عنده استماله وقرر معه أنه يخرج معه إلى دمشق ويأخذها من أخيه ويسلمها إليه غدر في غدر هذه عدالة في عدالة يقول فسار معه من مصر إلى دمشق وحصروها واستمالوا أميرا من أمراء الأفضل يقال له العز ابن أبي غالب الحمصي وكان الأفضل كثير الإحسان إليه والاعتماد عليه والوثوق به فسلم إليه بابا من أبواب دمشق يعرف بالباب الشرقي ليحفظه لا نعلم هل هذا الأمير من العرب العز ابن أبي غالب الحمصي هل من العرب فغدر بالأفضل ولذلك المماليك لا يثقون بالعرب لأنهم يغدرون لا نعلم الله العالم يعني إذن ليس فقط الشيعة يغدرون ليس فقط الرافضة كما يقول ابن تيمية المماليك تقول كل العرب يغدرون فلا يثقون به عربي وانتهى الأمر سواء كان سنيا أو شيعيا إذن تساوينا نحن معكم يبقى فقط ابن تيمية كما يسمى إذب جرش ولو هو من الأصل من المماليك هو من الأصل ليس من العرب فإذن هو مع أصحابه ومع صنفه لا نعلم الله العالم من هنا هذا العز يقول واستمالوا أميرا من أمراء الأفضل وهل يوجد غدر عند العرب أكثر من غدر العادل وغدر العزيز وغدر الأيوبيين بالزنكيين وغدر الزنكيين أحدهم بالآخر وغدر الأب بالابن والابن بالأب هل يوجد غدر أكثر من غدر المماليك وكان الأفضل كثير الإحسان إليه والاعتماد عليه والوثوق به فسلم إليه بابا من أبواب دمشق يعرف بالباب الشرقي ليحفظه فمال الأمير الحمصي إلى العزيز والعادل ووعدهما أنه يفتح لهم الباب ويدخل العسكر منه البلد غيله ففتحه اليوم السابع والعشرين من رجب وقت العصر وأدخل الملك العادل منه ومعه جماعة من أصحابه فلم يشعر الأفضل إلا وعمه معه في دمشق لا حول ولا قوة إلا بالله العليل العظيم عيب وخزي وعار وركب الملك العزيز ووقف بالميدان الأخضر لاحظ عندما تتصور الموقف ابن أخ يثق بعمه وأخوه زوج ابنة عمه يحذر الأخ من العم وهذا يوبخ الأخ وهو الأكبر هذا الأخ صاحب دمشق هو الأكبر يوبخ صاحب حلب وهو الأصغر ويقول له أنت تسيء الظنب عمنا لاحظ ما هو جزاء الإحسان هذا إذا كان جزاء الإحسان من الملك العادل جدا 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 فكيف سيكون جزاء الإحسان من غير الملك العادل جدا جدا جدا